والناس اللي كانت قريبة من تحقيق مدليات والوجوه الشابة الصعدة اللي عملت نتائج كويسة الحفاظ على فريق كورتلياد ده فريق عالمي انا عارف ان احنا كنا ممكن ننافس على المدليا الدهبية يعني انا بقول احنا كنا انا شايف يعني اتفرقت على معظم ماتشاط كورتلياد منتخب مصر هو تاني اقوى منتخب بعد دنمارك دنمارك منتخب يعني هو بطل العالم ويستحق كسب المانيا مبارح فرق 13 هدف في النهاية يعني مباراة بدون منافسة يعني من جانب واحد المنتخب الدنماركي خلص احنا كنا لازم برضو احنا بالنسبة لكورتلياد لما تقدمنا على اسبانيا وعابلين جيم كنا لازم نخلص يعني امبارح الدنمارك بتلعب ضد المانيا فرق 10 بتلعب فرق 11 بتلعب فرق 12 بتلعب بجد ومركزين وبالعبوا بجدية كاملة جدا وبتركيز فخلاص حصل احباط للمنتخب الالماني خلاص احنا يعني في ماتشا اسبانيا كنا لازم ندوسوا احنا متقدمين عشان نجيب لهم احباط ونخلص في ماتشا هي كورت اليد كده لو انت فرقت 5-6 اهداف وحفظت على الفرق ده ودست اكتر هتجيب احباط للمنافس لكن احنا في ماتشا اسبانيا كنا بنخليهم يقربوا مننا فكان عندهم امل لغاية اخر لحظة في المباراة وقدروا يتعادلوا معنا في نهاية الوقت الاصلي من المباراة والعبنة اكسترا تايم وهم بقى عليوا عنينا معنويا في كورت اليد دايما لما بيكون فريق بعيد وخسران وبيرجع في نهاية المباراة بيعلى معنويا على الفريق اللي كان كسبان وده اللي حصل معنا في ماتشا اسبانيا كنا لازم ندوس اكتر ونخلص يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل لك انا رغم كده انا بحيي فريق كورت اليد وبحيي اتحاد كورت اليد كنا مستنين منهم مديليا لكن هم بصراحة امتعونا في الأولمبيات ومش معنى اللي احنا خسرنا او خرجنا ان احنا وعشين ونقعد نقطع في الناس ودول ما ينفعوش لا هم منتخب كبير ومنتخب قوي وعندنا عناصر مميزة عندنا فريق جماعي مميز بس لازم ندوس اكتر من كده عشان نوصل للعالمية نوصل للمدالية نوصل للمنافسة على البطولة عندنا حتة احنا كده كمصريين في الألعاب الجماعية بنيجي عند الحتة الاخرانية في المباراة او الجزء الاخير في المباراة ما بنفنش المالش بنفس الجدية اللي بدأنا بيها المباراة فمحتاجين ان احنا نبقى شارسين اكتر في كل اوقات المباراة في كل اوقات المباراة احنا فنياتنا انا بقول لكم احنا فنيات منتخب كورت اليد بالنسبة لنا افضل من اي منتخب اللي اتفرقت عليه افضل من فرنسا افضل من سلوفينيا افضل من الرويجي اللي احنا كسبناهم انه هما من المنتخبات القوية افضل من المانيا افضل من السويد افضل من المجر اللي احنا كسبناهم فيعني احنا كنا عملنا كمان مباراة عالمية مع الدنمارك يتاني ماتش في الأولمبياد كنا خاصلين الشوت الأول فرق تسعة وخلصنا المباراة فرق تلاتة وكنا ممكن يعني نتعادل مع منتخب الدنمارك يعني الحمد لله تجربة حلوة احتكاق قوي العالم كله كان عامل حساب لمنتخب مصر في كورة القدم وفي كورة اليد